يعني هذا الإعلام كانت استمراراً للمرحلة السابقة وبقي الإعلام وكما نراه اليوم مشردماً يعبره عن وجهات نظر طائفية أو سياسية أو حزبية إلى ما هناك فللأسر إذا كان هناك اختلاف في وجهة النظر حول تشغم وسائل الإعلام باعتبار هذا التشغم سبباً من ناحية أو نتيجة من ناحية ثانية فالحقيقة أنه هو سبب ونتيجة حيث كان فيه منابل لدولة إكليمية أو دولية وكان فيه منابل متعددة لجهات لبنانية مختلفة التوجه والانتماث والفكر والمعتقدات والإدولوجيا هذه هي صورة الإعلام السياسي اللبناني وهذه هي علاقة الإعلام السياسي اللبناني بالمجتمع اللبناني ولا نعرف إذا كان سيأتي يوم يلح يلم اللبنانيون شتاتهم ويحقون على تحديد أويتهم وانتمائهم ليعود الإعلام لبنانياً وهل أن وسائل الإعلام هي فعلاً قادرة على القيام بوظائفها بموضوعية وتجرد أما أنها ستبقى وسائل الإعلام موظفة لخدمة الآخرين ولتغضي وسائل تقاتل وتناحر أشكركم وأعتذر للإنفادة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً المفيد المختصر ولكن أستاذنا لم يطيل علينا الكثير وذلك هناك عشر دقائق للأسئلة والمحاورة إدارتهم دكتور هل تعطبر الإعلام في لبنان إعلاماً حراً؟ شكراً شكراً والأعلام في لبنان لم يكن حراً ولم يخاطب اللبنانيين لأن الإعلام في لبنان هو يعبر عن وجهة نظر الممول ونحن نعرف أن وسائل الإعلام بحاجة إلى دعم مالي حتى تتمكن منها الحياة فلم يكن هناك ممول أو مساعد يعني من رسم لأنه هنا الدولة برأيه يجب أن تتحمل مسؤولية دعم هذه المؤسسات وأن تبقيها بحرياتها حتى تتمكن من التعبير الحر وتعبر عن مصالح المجتمع وعن قيم المجتمع لذلك للأسر مع أنه نحن نملك وسائل إعلام متقدمة ومطورة ولدينا إعلاميون مهمون في الماضي لمعت أسماء مهمة في عالم الإعلام والصحافة وأسماء مشرفة ولكن للأسر لم تتمكن أن تلعب دورها الوطنية بشكل سليم لأن الواقع اللبناني هو واقع مرتبط حسب المصالح الأقليمية والدولية هل هناك إعلام حر في أي محال في العالم؟ يعني في العالم الحر المتقدم هناك نسبة واسعة هناك نسبة الهامش الحرية فيها واسعة قد لا يكون هناك حرية مطلقة ولكن هناك حرية نسبية ودائما نحن نعرف أن الحرية هي حرية مسؤولة يعني يجب أن يعرف هناك الأسئلة المهمة بالنسبة للإعلام متى وأين وكيف وماذا وبأية وسيلة متى أقول وأين أقول وكيف أقول وماذا أقول وبأية وسيلة هذه الأسئلة الذهبية بالنسبة للإعلام دائما يجب أن يتقيد بها لأن هناك في موضوع الأعلاميون يتسابقون عليه وموضوع سكوب السبق الأعلامي أحيانا هذا السبق الأعلامي يؤدي إلى ردود فعل في مكان آخر تؤدي إلى مجازن أو مذابح لحادثة وقعة في مكان آخر الإعلامي يجب أن يتحلى بمسؤولية يعرف متى يقول وماذا يقول وكيف يقول حتى يساهم في السلم الأهلي وليس في الشحن للأحداث والمحوادث والمشاكل نعم فضل حقيقة حقيقة بالنسبة للوسائل للإعلام بالنسبة للوسائل للإعلام حضرتك شمالة الكلمة يعني أعطيتك يعني المرأي والمسموع والمشفو نعم أنا نحكي عن الإعلام كيف تميز بين بعضهم هؤلاء برأيات والله هؤلاء هؤلاء يخلنهم بخص إذا أردنا أن نتكلم على الإعلام فنحن نتكلم على الإعلام بشكل العام ولا ندخل في التفصيل لأنه في البداية ما كان في تلفزيونية نظر كان في صحف الملاحظة الثاني ما وصلت للسوشيل ميديا ليهي كل إنسان هلأ معه التلفون هو صحفي حاول نعمل على أكثر أكثر من الإعلام أكثر من غير طبعا هذا يمتد أيضا إلى في نهاية الكلام الذي ذكرت وسائل الاتصال يعني ضمنا كنت أقصد وسائل الإعلام والسوشيل ميديا لأنه أيضا يعني هو شكل من أشكال الإعلام طبعا وهذا يلعب دور سلبي جدا لأنه يعني نهاينا الموضوع بأنه أرجو أرجو أن تبقى هذه الوسائل وسائل تقاتل وتناحل لأنها فعلا تلعب هذا الدور يمكن العام يشير بي إذا في كتير من القضاء من راضي بيستعمل الصور الناس كدوكيمنت أو كريفرانس فإنه يأتي نعم على كل حال تنعطي النور من غير ما نعم فضع أنا بطل الموضوع المعكبة يسأل تأثير السوشيل ميديا على صحافي اللبناني والعربي ماذا يستخدم بك؟ طبعا السوشيل ميديا يعني تعيش في جو من الفوضى وجو من الحرية المطلقة غير البربوطة يعني أحيانا هناك بعض القوانين التي تحط من هذه الفوضى أو تحاسي ولكنها أحيانا لا تستطيع أن تحط من هذا الموضوع لأن الناس يعني يعني يكون هناك ردود فعلي سريعة وأحيانا شتائم وأحيانا يعني إيهانات إلى ما هنالك تصل تؤدي وتسبب الكثير والعديد من المشاكل طبعا السوشيل ميديا سلاح خطير ولابد من إيجاد استراتيجية على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي لوضع ضوابط وأطر عامي لضبط هذه الموضوعة يعني هذا الموضوع الآن وسائل السوشيل ميديا هي غير مضبوطة بشكل كافي وهي بحاجة لهذا الضبط فضلك حضرتك أن كل الوسير بالعالم الثاني مرتبطة ميديا ولكن هل هناك وسيلة مالجرين من راكة؟ أنه جريبتنا جريبتك أنه جريبتك أنه مالجرين فضارتها يعني أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل الصحف وتسمية الصحف لأنه يعني لا أنت ولا أنا نعرف من أين تأتي الأموال ويأتي التمويل فلا نستطيع أن نبرق هذه الوسيلة وأن نتهم وسيلة أخرى معروف أن وسائل الإعلام الصحف لا تستطيع من خلال مبيعاتها ولا الإعلانات التي تنشر فيها لا تستطيع أن تغطي نصاريفها فكيف بوسيلة إعلامية ضخمة مثل النهار؟ لابد من وجود جهات ممولة وطبعا نحن نعرف أن النهار لها سياسة معروفة يعني سياسة بالنهار معروفة من مخفيه على القارئ وعلى المتابع فلها خطها السياسي لها خط السياسي المعروف كما لغيرها من الصحف خطها السياسي المعروف ما تصرفتها؟ نعم ما خط العزيز منك؟ ما خط العزيز منك؟ ما خط العزيز منك؟ طبعا فيه دائما المحرر الكاتب لهم يعني دائما رئيس التحرير يعطي هامش من الخرية للكاتب والمحرر ولكن بالشكل العام لا يستطيع لا الكاتب ولا المحرر الخروج عن سياسة الجديد أو الصحيفة وعندما أحيانا يشط أحد الكتاب عن هذا الموضوع الصحيفة في اليوم الثاني تعتذر وتقول نحن لسنا مسؤولين عن ما ورد في مقال هذا الصحف لدينا من الوقت بسؤال أو سؤالين؟ لا أتفق مع المحاضر أن كل الإعلان بلبنان منحاذ أو عملة إجنابية ما هو مستقل ما في استخدادية؟ ما المقصود بالاستخدادية؟ هل البلبنان هو جزيري لا يتأثر؟ جزيري معزولي لا يتأثر مما حوله؟ لا دائما دائما لابد من أن يكون هناك تأثر بالأحداث المقليمين نحن نحكي بالجغرافيا السياسية ونعرف أن أساسا العلاقات بين الدول هناك تأثر وتأثير ولسيبع أن هناك دولة صغيرة وبجانبها دول أكبر دائما هناك تأثير وتأثر بهذا الموضوع وطبعا الإعلام سيعبر عن هذا الموضوع ولكن ما قصدته هو أن الإعلام لم يكن حرا كوسيلة إعلامية قادرة أن تعبر بقناعتها الإعلامية الموضوعية المجردة عن هذا الاتجاه بالشكل الأعام ولكن ما فينا نعمل هذه الظاهرة في إعلام موجود دول حر يعني في إعلام بلبنان موجود حر أرجو أتمنى يعني أنت إذا تعرف أنا أتمنى أن يكون هذا الموضوع صحيح وهذا أمنيتنا يعني نحن مش ضد ياريت بس أنا حسب معرفتي يمكن أن تكون معرفتي ناقصة بعرف أن وسائل الإعلام التي تشتغل في لبنان بشكل عام لها دعم خارجي وعلميا وموضوعيا وقتصاديا نحن نعرف أنه لا إمكانية لوسيلة إعلامية أن تعيش من مواردها الخاصة نعم سؤالين فضل الأخي فضل فضل سكرت أن تسعة تسعين المجلية وجرينة موجودة في لبنان نعم كلهم متمولين من جماعة نحن نشتكر المتمولين لو لم يكونوا متمولين ما كانوا عن الجبائج المجلية جيد بالوقت ذاته عشرية ثلاثين صفحة تحكي شفية عن المتمول والبقية عم نحقوا عن لبنان ووضع لبنان يكون الدعاية أو الميديا هي للمتمول ما كل الجبائج المجلات والصحب تكتب عن لبنان عن مصائل لبنان ومشاكل لبنان وعن أعلان لبنان في بتات مأجورة بس من الضوية أرفع يعني أنا أنا يعني لا أختلف معك كثيرا لأن الصحافة كتبت عن لبنان ولكن السياسة العامة للإعلان كان مرتبط يعني نحكي يعني منسمي بدلا كان يسمي يعني